حتى في الشتات تلاحقهم المعاناة وتخط المأساة عنوان قضيتهم إنهم الفلسطينيون الذين أدار العالم لهم ظهره وتخلى عنهم القريب والبعيد في العراق يعيش الفلسطينيون ظروفا مأساوية آخر فصولها معاملتهم معاملة الأغراب بعد كل ما عانوه منذ الغزو الأمريكي عام 2003 فقد كشفت مصادر الحكومية عن اتخاذ عدد من الدوائر والمؤسسات لا سيما دائرة التقاعد العامة ووزارة التجارة إجراءات جديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين في العراق اعتبرت خطيرة وغير إنسانية وتتنافى مع شعارات الساسة حيال القضية الفلسطينية ومن بين الإجراءات الجديدة حجب البطاقة التموينية الشهرية عن الفلسطينيين ومنع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى وحرمان ورثته من امتيازاته فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بالطلاب والتنافس على الوظائف والخدمات وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين بعدما كانوا معفيين منها فضلا عن حرمانهم من التقدم بطلبات للحصول على سكن ضمن المشاريع الحكومية وحرمانهم من القانون 21 الخاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات الأمريكية خلال احتلالها للعراق أو القوات الحكومية وهو ما يعني ضياع حقوق آلاف الفلسطينيين في العراق اليوم لم تكن هذه أولى محن الفلسطينيين في العراق فقد كان عددهم نحو أربعين ألفا لكن بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 قتل منهم المئات على يد القوات الأمريكية والميليشيات الطائفية كما اعتقل مئات آخرون على يد القوات الأمريكية والحكومية تحت ضرائع مختلفة ومات عدد غير قليل منهم داخل السجون لم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ اختر الآلاف منهم بالرحيل من العراق برسائل تهديد أرسلتها الميليشيات حتى لم يتبق منهم إلا نحو ستة آلاف فقط ترجمة نانسي قنقر